مساء الخير ده لسن ثلاثة هنا انا هعمل البروبلم بتاعت الكابلنج الكابلنج يعني باورر بتمشي في وف جايد يجي جنب وف جايد تاني قريب والاورر تنطل من واحد للتاني طيب هنعمل القصة دي ازاي انا رسمت وف جايد تاني هنا برضو خدت حتة سيجمينت ورامتها وبعد كده ضبطت الأبعاد بتاعتها خدت هنا الخدت هنا ال X بتاعتها وال Z بتاعتها في البرتكس الأولانية او البرتكس خالص اللي هي البرتكس 0 خدتها ال Relative لComponent 1 Vertex 0 Vertex 0 يعني البداية يعني هنا تاني ده ال Component 1 وده Component 2 وComponent 1 عنده اثنين vertices ده Vertex 0 ده Vertex 1 الجدع ده لي Vertex هنا 0 هنا Vertex 1 فright click اضبط البرتكس 0 بتاعتها الثاني وف جايد بالنسبة البرتكس 0 لأول وف جايد فحطيت ال X تبعد عن ال X المسافة اسمها G زائد ودس ده Default ودس بتاع وف جايد اللي انا كنت تحددته في Global Settings في الاول اللي هو 0.5 micrometer ج ده Symbol انا عرفته وحطيته يمثل المسافة بين حرف وف جايد وحرف وف جايد انا عملت New Symbol وحطيت فيه ال Value 0.2 وعملت له Accept وبالمرة برضه عرفت New Symbol اسم T وحطيت المسافة بتاعته 10 ونشوفه دلوقتي يتيد لزمته زي ما كنت عملت في اللي سون اللي فات الطول بتاع وف جايد L وعرفته وهنا غيرت Value خلتها 100 micron بدل ما كانت 20 في الفايل اللي فات طيب يبا كده ال Vertex الاولانية او Vertex 0 بالنسبة لي Component 2 مترحالة في ال Access Direction عن Vertex 0 في Component 1 هذه المسافة طيب نفس Vertex 0 في Component 2 بالنسبة ل Vertex 0 في Component 1 سنترحل وده مسافة E المسافة E المسافة E ده اللي هو العشر ومايكرون اللي هي هنا يعني دلوقتي لو جيتنا ال Vertex دي في ال X مترحالة بالنسبة لل X ده المسافة X اللي هي راح يمين كده تمشي كده نص وف جايد الأحمر ده من الحرف للحرف G ونص وف جايد اللي هو الأحمر ده يبقى نص وف جايد ونص وف جايد اللي هو يعني عرض وف جايد كامل اللي هو اسمه إيه؟ اسمه Width ومن الحرف للحرف ده ده برامتره أنا عرفته اسمه G Width ده أنا بعرفه في الأول خالص نبقى Global Settings كده وبحط هنا في ال WebGuard Width Point 5 خلاص هو بيخلق حاجة اسمها Width ويحط فيها Point 5 ما بكتبش أنا في Symbols الحاجة اللي اسمها Width ده هو بيعرفها الوحدة بعدين ده الزد ده متقدم لقدامة 10 ومايكرون بالنسبة لده ليه؟ هنشوف في Simulations دلوقتي أنا عايز ال Part تتماشى هنا شوية في ال WebGuard الأولاني من غير ما بقى جانبه حاجة من غير ما حاجة أدايقه وبعدين يبتدي الكابلنج حصل عايز أميز ال Propagation العادي قبل ما يبان كابلنج طيب ال WebGuard الأولان ده أنا خليت برضه طوله طوله اللي هو الموقع بتاع Z Vertex 1 بالنسبة ل Z Vertex 0 Vertex 0 ده أنا حطيتها عند 0 Absolute 00x و Z 00 بالنسبة للجوردنس وال Vertex 1 بتاعت ال Component ده بالنسبة ل Vertex 0 في ال Component ده اللي هو Component 1 X منحرفة 0 عن X نفس ال X يعني عشان هو عدل مش معل و Z أو المسافة ما بين Vertex 1 و Vertex 0 هي L زائت 2 وتمثل الطول بتاع ال WebGuard سميته L زائت 2 التاني بقى ده Right Click حطيت Vertex X و Z بتاعته اللي هي نمرة 1 بالنسبة ل Vertex 0 في نفس ال Component هو هوا 2 X تبقى نحرف عن X مسافة 0 إنه هو عدل مش معل و مسافة L طول ال WebGuard ده فتلاقي أنا طول WebGuard الأولاني ده L زائت T و طول WebGuard ده L بالنسبة لل Launch أنا هزبط اللانش على الفايل اللي أنا استعملته قبل كده اللي هو TeMode 00 M00 ده هي بال Launch بتاعي Normalization بالنسبة ل Unit Power و ايه تاني بقى غير اللانش ولا حاجة كده المفروض اه المونتور اه طبعا المونتور دلوقتي أنا همونتور الباور في ال WebGuard دي زائم بعرف حاجة اسمه Pathways ال Pathways هنا اخلينا اعمل لهم Delete و اعرفهم اه دلوقتي كده من جديد المونتورز كمان خلاص حملنا Delete Pathways اوكي المونتورز deleted هي كمان طيب ايه قصة تعتى المونتورز و Pathways ال Pathway ده اللي هو الزرارة ده Edit Pathway Pathway يعني انت بتدوس عليه وتختار المسار لل Energy وتعطى Monitor هذا المسار New عايز مثلا امونتور ده كليك عليه اخضر كده اسمه Pathway 1 Pathway 1 ممكن يشتمع على كذا Component ممكن يكون ال Component ده Waveguide و رأى Waveguide بعد كده مثلا اه تاني اه بمسافة او يعني بدميشنز مختلفة او تيبر او جريتنج او وطيفر يعني فال Pathway ممكن ديكليك على كذا حاجة بيبقوا كلهم اسمهم مصار واحد ممكن ايه مثلا اكليك على داك ادابة الاثين دول فيما هم Pathway 1 بس انا مش عايز الاثين دول في نفس Pathway لان ده سكة Energy وده سكة Energy تاني انا مش عايز الاثين دول اه امونتورهم بنفس الحاجة عايز امونتور ده وده بحاجتين غير بعض فده اكليك عليه تاني خلص خرق برا لعبة ايبقى Pathway 1 او المسار الاولاني اللي هعمله يشمل ال Waveguide الاولاني ده طيب هعمل هعمل New Pathway فاداني الرقم اتنين كليك كده كمان Pathway خلصنا طيب كل Pathway هركب عليه Monitors الزرور اللي جنبه ده Edit Monitor New Monitor واحد المونتور نمرة واحد ده هيمونتور ان هو Pathway مش بدرورة ان رقم المونتور وال Passway يبقوا زي بعض يعني ممكن المونتور ده هو اللي هو بيحسب اه ده حاجة رقب مثلا وال Passway ده حاجة تانية ممكن Passway 17 يترائب بMonitor نمرة 3 يعني ملوبش عبعض هنا للتسهيل يعني هيا عشان simple problem يعني Passway 1 هحط عليه منتور نمرة واحدة طيب همونتور ايه همونتور حاجة اسمها اللانش power الباور اللي داخلت حصل لها ايه وبعدين النورماليزيشن بالنسبة ال Input Power النورماليزيشن بالنسبة ال Input Power هذه ظريفة لان انت ال Input هنا عندنا الفايل اللي انا كنت حسابته بتاع المود قبل كده فالمفروض ان فيه ماتشنج كويس ما بين الفايل اللي هلانش منه انا مش بلانش بجاوسيان ولا فيبرمود دلوقتي انا بلانش بنفس المود اللي الويب جاية ده بيسupportه فالمفروض لما اجي اعمل نورماليزيشن الاقي ايه نورماليزيشن مية في المية سليم وفيش حاجة لو هلانش بجاوسيان هلاقي ان في لحظة المدخل بتاع الويب جاية ده الباور بتيجي تخش جاوسيان المود شكله مختلف يحصل مسماتش يحصل ان فيه باور تضيع وتلاقي المونتور نزل فجأة من المياه في المية نزل تحت حاجاتح والدلوقتي احوم نجي ااااااااااااااااااااااااااااا Okay نيو مونتور تاني المونتور Jest اللين مونتورسي الرائب من leat, انا اجيز اغير اغلب بصوية اثنين وبعدين برضو launch power ، ما ممكن ما اشوف حيات كتير يعني في انواع مهيترز كتير ، اه اه , وكي نحل البرولم دي مرتين نحلها مرة لما يكون اللانش جاوسيان ومرة لما يكون اللانش هو الموت بتاعي السليم اللي انا كنت حسرت تقولل في كدة tick ، ده ، الويندو بتاع simulation نظبط ال default سنكنت بالعب من شوية المهم وبعدين الشكل بتاع ال display ممكن يكون يعني ال display لا هيطلع لي يرسيب لي slices يرسم لي slices في 2d او 3d او whatever whatever انا بحب XZ ده كانا بابص من فوق برسم لي contour map كده ال display ده ظريف لان باجي هنا في option اسمه outline color ده وبحط black علشان النتيجة النهائية بيطلع فيها شكل بفجاد بلون لسود الحدود بتاعته بتبان لو محطش ال outline color ده black لو سيبته by default اللي هو none هيتلع لي توزيات ال power النهائية بس ال waveguide نفسه مش باين فين في الخريطة فانا بحط بلا جدع عشان اميز حدود ال waveguide لو انا افتكرت حاجة في اللحظة الاخيرة عايز اغيرها بس من غير ما اضمر ال window ده بعد ما اضبطتها انا ممكن اعود اضبط بها حاجة في ال window دي مثلا اسموليت من X cam, Y cam cam و ال cam cam و ال steps و مش عارفه وفي الاخر اكتشفت ان انا لازم ارجع لل launch اضبطه فهل بقى هعمل cancel واروح مدمر كل التوزيطات لا هو عملي launch كده للحظة الاخيرة اللي اريد ان ترجع تضبط اللانش بتاعك او assembles في اللحظة الاخيرة اللي اريد ان تغير ال gap مثلا ما بين waveguides او tool او whatever اوكي كله سليم انطلق launch dip بص المنظر اه انا كنت بلانش و اه اه سوري انا في حاجة مش بزبطة هنا اه لازم اشتغل te انا كنت اخر حاجة te اما وما ارجعت تي تاني اه اه سوري اه اشتغل بقى ثاني كده تمام كده انا بقى launch te الفايل السليم بتاعي الحلو اللطيف ده وعلشان كده في البداية هنا تلاقي ايه تلاقي ال power بتاعت المونتور اولان هي بلون الازرق او كتب لك او launch 1 ده monitor 1 لونه ازرق monitor 2 لونه اخضر فمنتور 1 ده بيتمشى المسافة العشرة مايكروون اللي في الاول دي انا كنت عايز لي بقى العشرة مايكروون في الاول اللي هي الافتسط بين الاثنين واجهزة عشان اشوف ال power وهي ماشية قبل ما يبتدي حصل coupling مية في المية power ماتشن جهائل ما حصلش وباكده ال power تبتدي ايه تقبل فالمونتور بتاع الوفجاد الاولاني يوطى والوفجاد الثاني يعلى وهكذا الكابلين ديستانس هي ديستانس required for the energy to completely transfer from one waveguide to the next waveguide فانا عندي هنا من اول المايكرون عشرة اللي هو ادي محور زد اهو كده لحد المايكرون ستين اه دي المسافة اللي انا خدتها عشان power تخلص من السكة الاولاني وتروح للوفجاد الثاني فالكابلين ديستانس هنا ستين مايكرو ممكن بقى لطريقة ادق شوية اقراها ازاي فيه ناس تيجي هنا بقى ايه دا ايه اللي انت عامل دا يا جدعي انت انا مش عارب بقى هل هو لمس هنا الكيرف نزل لصفر عند المايكرو ستين ولا عند خمسة ستين ولا اثنين ستين ولا تفر ادق من ان انا اتفرج على نقطة واحد ونقطة زيرو في المونتور اتفرج على نقطة تقاطع الاثنين منتور اللي هي خمسين في المية خمسين في المية باور فنقطة التقاطع دي هلاقيها عند مايكرو نمرا كام ونقطة التقاطع دي بشكل ادق لانه هو الكيرف بتاع الكوزين هنا بيتفرش كده ومعراش وعمل تطش بالزبط فين عند المايكرو كام فهنا ازرف كتير ان اشوف النقطة التقاطع دي اكثر وضوحا بالنسبة لي طيب افرج ان انا هايد نفس البروblem بس سهلانش حاجة تانية انا دي الويندو بتاع السيميليشن وحلانش جاوسين بتكي تيك هو كتر خير والحمد لله لما انا بقوله جاوسين بيدم الفايل النام ده عشان مترجاش اعنى افرج مرد بعد اخلص على سراجع تاني تسميولات بالفايل فتلاقي اسم وردي موجود مطاليش يكتبه تاني اي هو يخزنه لك علي جمب كده اوكي؟ أطريقه اوكي، ماهي حدث ؟ كي من نادي جاوسيا ؟ أجل انه الرسمية التي يبدأ بيه السيميولاتية تقرأ عدد . 15 يعني بالنسبة للها تقرأ عدد.. الرسمية يعطي أدو من عدد . 15 هذا لا يأثير في التفكيل من القائد اني تجد انه تنفي النهاية 50 ميern من 10-60 ميern طيب يتطلب نهاية مكيب لكن هكذا في شكلها ليه؟ لان الفكيل habitتين يدخلها رقي 5% منها لم يدخل والخمسة وتمانين في المئة ما دخلش ده نتيجة المسماتش ما بين السورس الجاوسيان والمود اللي فعلا بيقدر يعيش ده ممكن دي تعملها مشكلة ازاي ان الباور اللي حصل فيها مسماتش لوس هنا ديت راديته تجري 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 لحرف الويندو حرف الويندو ممكن ايه نتيجة الباوندري كونديشنز يرجع تاني باورد لجوه حتى لو كانتوا ليلة منعكسة و تخش في الحسابات التانية اللي هي اللازراء الخفيف ده تمام؟ فده بيعمل مشكلة فيستحسن ان انت تعمل لانش ب الويف جايد مود المود بيقدر يستطيع التعليقه الويف جايد يستطيع التعليقه حاجة تانية ظريفة ان نبص على الكروس ايشن بقى بتاع الويف جايد دي هل الويف جايد دي مرسومة صحة ولا لا اتكك الرسمة الرفلكتف انديسيز لو انا على الديفول صدوصت اوكي هيدور على اوطة زد زي ما قلنا في الفيديو اللي فاته بص كده اوطة اه 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 اقل زاد اللي هي زاد بتسوي صفر هانا تمام؟ فرسم كروس سكشن ف انا مش شعف غير ويف جايد واحد او عندي زاد بتسوي صفر انا ما فيش غير ويف جايد واحد الويف جايد هوا كيس الويف جايد التاني يبدأ فين؟ عند المايكرو النمرة 10 فلو عيز يشوف الاتنين جنبا بعدي بلازم اخذ كروس سكشن اقص فيه وشوف الرفلكتف انديسيز عند زد متقدمة يعني مثلا عند عشرة او بعد عشرة او مفيش مشكلة فانا بروح شغل الاتنين دي فولسة وزد دول مثلا عزيشوف عند الايه المايكرو عشرين ايه شكل الويف جايدز هل انا هرسمهم فعلا زي ما اعايز هوب ريفرش الصورة ايوه شوفت المنظر ده كده الاتنين جنب بعض فعلا تقعد بقى تتماشى بالماوس لو عايز بييدك كده تشوف البيتاع ده من اكس كام لكام وده من اكس كام لكام والمسافة بينهم فعلا point tool هي الجابل هي ما بين الحرف والحرف الكلام اللطيف ايه تاني مهارات تانية في الموضوع ده عندك هنا الزرار الاصفر ده بتاع الجرافز لما تيجي تفتحه هيفتح لك ال default position اللي هو beam probe على examples وبعدين هتلاقي الحاجات اللي كانت اتحسب الزمان في الفيديو اللي فاته لما انا قلت له احسب المود وخزنه لي فخزن المود مرة انا حسبته te وخزنته وخزنته مرة team وخزنته لما حسبة te خزن لي te تلتة اشكال ضد في زيرو زيرو وعلى فكرة فيه اشكال تاني مش بينها في المونتور ده يعني المونتور ده لما تفتح بيه بيفتح لك الفيديوات اللي قدر يشغلها بس انت لو روحت فعلا لـ ال folder position على الكمبيوتر اعملت browsing ممكن تلاقي فاقلات تانية المونتور ده بيفتحها المهم قدي المنضيف فتحنا قدي تم 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 تيت 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 ماذا عليك؟ تمودي ماهو ذلك؟ تمودي مودي المنضيف تمودي شكل تمودي مع مودي المنضيف نفس المنضيف نجمعه فماذا عدة جزء نفس المونيتور تفتح ب .PFT PFT ده بيعمل لك زي فوري ترانسفورم كده بيطلع لك النتيجة بتاعت فيك فيه كان موض يعني هنا فيه موض كده وده شكل البيتا بتاعته هنا هو البيتا بتاعت الموض ده لو كان فيه موض تاني كان يطلع لك بيتات تانية او ineffective تانية يعني المنظر كده افضل شوية n effective � favouriteًا قوة 0 هنا يعني ايه inbar ده اللي هو ال in بتاعى المود الفندومنتل لو كان فيه effective تانية كان الى تبقى اعلى sorry الا الا المفروض ال in effective متاعindre الفندومنتل المود لي commitments اعلى in او انه كان هتبقى out وغالبا هخيري فالليفتاح تانية اظن ال-ن bar ده ام ، او 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 بس فجرت ال-n bar ده هو واخده 2.509 مش عارف كب كان من دهій in bar ده زي قيمة متوسطة او يعني قيمة تخمينية هو بيعملها وبيحطلك ال-n effective بالنسبة له يعني ال-n effective مثلا بتاعت mode zero اللي هو الفانتمنطه يعني اهو ده رقم mode اللي هو 0 الانفكتف بتاعته اوطى سالب يعني اوطى من الان بار بزيرو بوينت تلاتة مش عارف كم اه لو انت مثلا عندك مود بعد كده هيبقى واحد اللي هو الفرست اوفرتون اه وهيبقى جانبه هو تحت الان بار بكام او لو ببلس يبقى فوق الان بار بكام اه فان بار دي قيمة هو باختراحها مع نفسه يعني وبيوريك رئلة الـ power يعني الـ fundamental mode فيه الـ power من الـ powers الكثير يعني يوزيك توضيع الـ power بالنسبة للـ effective indices بتاعت المودس المختلفة كل مود شايل الـ power الـ كان في المية يعني طيب نفتح مين ثاني ده هو فوري PFT و P00 ماه PDA ده هاديك error ده غالبا شوية data كده مكتوبة يعني أرقام عنحيانا ما استفدتش منها بلي كده اه مود ده غالبا انا عملته من simulation تاني بانه اه ده كان simulation مختلفة وخزنت الفايل باسمه مود يعني اه نفس القصص tm يعني tm mode ده اللي احنا كنا عملنا المرة فاتت اهو متخزن هنا وهكذا اه الـ results اللي انت بتطلعها من السيميوليشن ده يعني انت هانا ما تيجي تعمل سيميوليشن بقى وممكن انت رجعت دول الـ defaults تاني تعمل السيميوليشن مثلا وتسمي ده مثلا sim simulation مثلا وتدوس اوكي النتاج بتاعت السيميوليشن بقى اه اه ايه ده انا عمل launch الجاوسين لا لا بلاش اه خلينا نضبط launch launch نخليه بالفايل الفايل فايل 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 اهين وهو حضط لي الاسم مشكورا اه اه ادي له بقى اوكي بعد ما يخلص simulation المرة ده بقى هيخزن لان اديت له prefix يخزن النتاج فيه فالنتاج ده مش بس للعرض ولكنها ايضا للتخزين الفايلات لما تتخزن بقى هقدر بقى افتاحها هي هيخزنها باشكال مختلفة بقى يعني باشكال data هيوزعها باشكال مختلفة وممكن بقى اعمل analysis قلطف لما اه خزن الفايلات اوكي اوكي اهو قرب خلاص عند مية اهو يخلص عند مية وعشرة جميل كده الجدع ده خلص شكرا جزيلا باي باي نفتح بقى هنا المونتور ده اه شو بقى الفايلات اللى قولها اسم سم ده تيك 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 في ايه سم.pcs وpct وpdo وpdr وpmn ولا زمين انا اسكوا الpmn ده كان حاجة حلوة الpmn ده اه بص بقى الpmn ده بص بقى الpmn ده جابلك المونتور بقى رسملك المونتور value اللي هي الازرق ده ابو واحد وينزل زيو وعند ستين هنا اه ممكن بقى هنا تزوم ان بقى عشان تحدد القيم بالضبط يعني تكليك ودرج بالماوس بص المنزر هو بيقولك هنا التقطع بتاع كابلنج عند خمسة وثلاثين ونص التقطع بتاع الكابلنج اللي بعده اللي هو كده يبقى كابلنج ديستانس كاملة عند ستة وتمانين تقريبا فيبقى المنزر كله ما بين ستة وتمانين وخمسة ثلاثين يبقى تقريبا الكابلنج ديستانس خمسين واحد وخمسين مايكرون فالpmn ده كان لطيف يعني طيب في ايه تاني اه open sim.pcs ده يطلع اه اللي هو المنزر يعني هو عاملك بذل بشكل 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 اه انا يعني عادة من ده اللي كنت بستعمله كدير ماشي الشكل اللي بتاع الوحده بس اللي هو شكل من غير شكل بشكل 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 معهوك كده بحيث انه البروباجيشن الى قدام والباور بشكل بديك فرايتز يعني من النتيجة حاتت منها او اشكال مختلفة ايه تاني اه psf بشكل 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 وبعدين زيو اخر واحدة فيهم psl بتاع اله بشكل الوفجايد ده ممكن نغيره نخليه بدل ما هو ريكتانجل و نخليه ريب نيجي هنا لل جلوبال سيتنجز و نحط للرب ووفجايد ده نعمل له حتة سلابة من تحت السلاب هايت بتاعها كامل لازم يكون أصغر من الوفجايد هايت يعني الوفجايد هايت نصف ده اللي هو ارتفاع المستطيل سوري ده عرض المستطيل ده ارتفاع المستطيل .22 لعملت له سلاب 0.1 و اوكي تعال نشوف شكل كروس سيكشن بتاعي بزي اه لو عملنا الشكل كروس سيكشن كده الديفولت طبعا هشيل كلمة سم دي لان لو عملت دلوقتي اي حركة سيميوليشن او اي حاجة تانية فيها يعني حسابات والكلمة سم دي موجودة هيمسح الفيالات اللي انا كنت خزنتها و يخزن بدلها حاجات تانية بنفس الاسم سم ده فعلى ايه بلاش غلبي يعني طيب اوكي اه بص المنظر بقى بتاع الرب الرب اهو الضلع بقى دي الريكتانجل بس مش ريكتانجل بقى الاخر ده ريكتانجل من فوق كده وتحتيه حتة سلاب مفتوحة للمالة نهاية يعني اه الارتفاع كله بوينت وتو ارتفاع لسلاب بوينت وان اللي احنا عملناه وطبعا هو انا قلت له هات الكروس سيكشن ولديت له الديفولت فراح لزيد منيوم لو انا مشيت لقدام بقى قلت له لا هتوريني البتاع ده عند مثلا بعض 20 لجوه 20 20 فهو ازد مني واخد لي بالك اهو اهو تاك ادي الاتين ريكتانجل جنب بعض ايه على بعض 20 لقدام كده تلاقي المصدر ده اه ممكن بقى هنا بقى تبتدي الفيلم من اول بقى انه تحسب المود بتاع الـ Power Propagation هنا هو وبعدين تلاونشه ووهكازه يعني نفس اللي احنا عملناه كل ده بس بدل ما كان ريكتانجل اه يبقى يبقى ريب الرب ليموزات يعني كل حاجة وليها لازمتها يعني في الحياة رجعها صفر كده عندما رجع الاسلاب هايد صفر لا يوجد سلاب فكده ابوص تاني ألاقيه برجع ريكتانجلس لا يوجد حتة الاسلاب طيب هي يعني في الـ Design Parameters يعني شكل وفي جايد احد الـ Parameters يعني كل حاجة وليها ميزات وده شغلانة موضوع كبير يعني انت ممكن تعمل بقى بجايد Multi Layer يعني انت هنا ممكن تحدد ايه تعمل Layer بقى من تحت الفوق يعني تعمل Layer New Layer كده و Layer 1 مثلا الارتفاع بتاعها كذا الـ Index تاعها كذا و New Layer Layer 2 وارتفاع بتاعها كذا وهكذا يعني يعني انت قد تماشي بقى وتعمل Structure بقى معقد من تحت الفوق Layers بقى شكلها ايه في اتجاه Y واتجاه Y اللي هو العمودي على الشاشة كده ممكن بقى Simulations بتاعتك تتغير مع الـ Parameters يعني انت تشوف الـ Coupling Distance مثلا في الحالة اللي فاتت دي كانت خمسين مايكرون طب رفلد انا عايز اعيد نفس الفيلم تاني نرجع Defaults دولة وبعدين Launch مظبوط Launch File و Teemote تمام Symbols بقى ممكن نغير بقى مثلا 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 الجاب ما بين اللي اتنو في جايز بدلا ما هي Point 1 خليها Point 3 مثلا هنخزن ولا مش هنخزن مش هنخزن خليها نعرض بس هو بيقولك The estimated time point 5 minute اوكي مش اقوله لا 30 سنة حلوين اويا It is expected انه لما الجاب توسع الـ Overlap ما بين الموتس من هنا وهنا الـ التالي اللي نحتاج مسافة اطول عشان نقبل الـ Power من هنا الهنا اهو اظن انه وضح يعني بص احنا المرة فاتك هنما بنصل عند الميكرون 60 كان بيكون كل الـ Power نقلت يعني من اول ما تفدي عند عشرة يحصل انه الـ Waveجاد سيبه جنب بعض الحد 60 كان لكن دلوقتي لما زودت الجاب بس Point 1 مايكرون بس اللي هو تقريبا متن انه بس شوف اللي حصل بقى الـ Coupling Distance بقت الدبل يعني الـ Variation بتاع الـ Coupling Distance بالنسبة للجاب Variation رهيب جدا يعني انت ممكن بقى تغير بقى ايه انه على الـ Waveجاد نفسه الـ Wits بتاعه كام الارتفاع بتاعه كام وتقعد تحسبه كل مرة المود طالما انت هتلعب بقى في الـ Waveجاد نفسه تحسبه المود بتاعه وبعد ما تحسب المود تلانشه او في بديل بقى للحكاية انك تحسب المود وتخزنه زي ما قلنا بل كده بس يعني هو البديل ده انا بحبهش كتير لكن اهو موجود يعني انا هجي اسم يوليد دلوقتي وهحط هنا لانش واللانش ده بدل ما احط فايل او جاوس اللي احنا جربناهم قبل كده لا انا هقول الكمبيوتر مود الكمبيوتر مود هو بيعمل ايه؟ هو بيحسب المود زي ما احنا كنا حسبناه الواحده قبل كده يعني احنا حسبناه وخزناه واستعملناه هو هيحسبه ومش هيخزنه هيحسبه ويستعمله كل مرة ايجي اسم يوليد هيبتدي يحسب المود من اول جديد فلو انت الـ Waveجاد بتاعك متثبت كابعاد ورفيكتوب اندسيز مفيش دهانك تستعمل الكمبيوتر مود انت احسب المود بنفسك وخزنه في فايل واستعمل الفايل ده وخلاص لكن لو كان وفجاد بتاعك بيه تغير كل شوية انت بقى عملت وحط بقى وفجاد وتغير العرض بتاعه بدل الجاب مثلا عملت تغير العرض تفعل وفجاد فبالتالي مش هتحسب المود وتخزنه كل شوية لان انت عنده كل شوية وفجاد مختلف بمود مختلف فالكمبيوتر مود ده ينفع هنا في الحلقة دي ايه الكمبيوتر مود سيعمل تيك وارين كده سيعمل ايه اول خطوة هيعمل انه هياخد اوطة زد اللي هي زد بساو صفر وعندها هياخد كروس سكشن وياخد كروس سكشن ده يجب له المود اهو ده خطوة اللي عملة خلاص هو جاب المود راح اعمل لانش للمود ده والسميليشن يمشي ازاي ما احنا عارفين لو انا بقى اتغيرت الوافجاد ديمانشن وقلت له الكمبيوتر مود برضه في بداية السيميليشن هياخد شوية كده في بداية السيميليشن يحسب المود وهوب بعد كده يلانش ازاي المود وبالتالي محتاجش ان انا كل شوية احسب المود للوافجاد جديد واخزينه في فايل والاونشه دي بتبقى متعبة بقى لو انا هغير في البرامتر اسبسعة الوافجاد تمام وشكرا جزيلا تمام وشكرا جزيلا